أشير إلى أننا في رئاسة الجمهورية باشرنا فعلا وما هي إلا أشهر معدودات حتى عاد الرئيس يحمل مطلب الشعب في كلمته واهتمامه الحفيث فيستجيب للحراك الشعبي ويؤكد المؤكدة انتخابات مبكرة نزيهة وحرة انتخابات أكثر عدلا وأشد تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب وبما يحمي أصوات الناخبين ويمنع محاولات التلاعب والتزوير للعراقيين أول الغيث إذن وثمار مطالبهم خارطة الطريق الديمقراطي التي كانت المطلب الأول دوما على لسان العراقيين يستجيب رئيس الجمهورية فيشد العزيمة نحو تحقيق استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي في حساباته اليوم تمتين العراق بمكوناته السياسية الدستورية فيمد يده إلى الشعب أولا وإلى الشعب أخيرا الرسالة الأكثر أهمية يكتبها صالح بدعوة حثيثة إلى رئيس مجلس النواب لاستكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه السرعة التي يؤكد عليها الرئيس يعلن أنها السرعة المنشودة لتحقيق متطلبات الإصلاح السياسي المنشودة وفي رسم خارطة ديمقراطية وغزل نسيج وطني نزيه وشفاف غير الذي اعتاد العراقيون عليه فسلب حقهم وزيف المشهد السياسي في سابقات انتخابية شابه التزوير والنفوذ يؤكد رئيس الجمهورية ضرورة الانتخابات المبكرة الحرة وفق الدستور وعلى منهج الشفافية وهذا ما لا يتحقق إلا بدعم أممي تكون بعثة الأمم المتحدة في العراق طرفا فيه لتحقيق انضباط العملية الانتخابية معادلة مطلوبة سيما أن البيعثة الأممية رحبت بموعد مبكر لإجراء انتخابات تغير واقع العراق الحالي وما التعاون بين بعثة الأمم المتحدة مع المفوضية العليا وإشراف مراقبين دوليين إلا استكمالا للدور الوطني وحماية لديمقراطية وتعزيزا لثقة المواطن وأحياء لنبضها بالعملية الانتخابية التي كانت صور زيف أو كذبة تجرعها العراقي اليوم على شكل فساد في أبسط حقوقه وخدماته الحياتية اشتركوا في القناة